هذا المؤتمر طبعا شديد الأهمية لأنه موضوعاته يعني مش بتهم مصر بس هو موضوع عالمي يعني النمرة واحد نمرة اثنين مصر نظمت مؤتمر الدولة للسكان الشهير جداً سنة 95 اللي التوسيات بتاعته كانت يعني بدايات تغير كبير جداً في سياسات السكان والكثير مما ينظر إليه فيما يتعلق بالسكان وعمل صدق كبير جداً لمصر في وقتها نمرة ثلاثة لا شك أن مصر واحدة من الدول القليلة في العالم التي تعاني مشكلة سكانية حقيقية وهذه المشكلة بتؤثر فيها العديد من المجالات الأخرى فيه دول كثيرة في العالم المتقدم تعاني من ندرة في السكان مش ندرة ندرة في معدلات الإنجاب ده اللي أشار ليستدر رئيساً حقيقة الصين زي ما احنا عارفين عملت حاجة اسمها سياسة لما جيه دينجه سيوبينج رائد النهضة الصينية الحديثة بعد ما هو متوفى وبدأ سياسات التنمية الشاملة في الصين بابتداء نظرني من سنة 77-78 عملوا حاجة اسمها سياسة الطفل الواحد الطفل الواحد أنه ما حدش يخلف أكتر من طفل دلوقت المفارقة أنه الصين بتحاول تدفع الناس تقول لهم خلفوا اتنين ما حدش هايز يخلف لأنه بيه فيه ثقاف وبيه فيه ألمانيا وقوريا ودول كتيرة في أوروبا عقم سكاني لدرجة أنها بتضطر تستورد عمالة شابة من برا كتير جداً ما كانوش واغدين بالهم بيشيدوا بأنجلة ميركل بيقولوا عليها أم المهاجرين آه هي ستة طيبة وجدعة وحاجات كتيرة بس هي كانت بتجيب الشباب السوريين اللي في سن العمل والهنود عشان الاقتصاد الألماني عايز قوة دافعة ما بتجيبش اللي عنده 70 سنة ولا اللي عنده 5 سنين دي كان استهداف ليه شريحة معينة ليس هنا كمان أنك تخلف كما تشاء لكن بشرط جوهري عشان ناس كتيرة جداً لما تكلموا على الزيادة السكانية يقولك ما ربنا آه ربنا بيرزق طبيعي بيرزق الجميع بيجي برزق بس بيقولك ربنا اسعي عبد مش مش أنت هتخلف فقط وناجب أنه في قاعدة في التنمية أساسية جداً فيما تعلق بالزيادة السكانية بيقولك إذا أنت ضمنت أنك أنت معدل التنمية يكون ثلاثة أضعاف معدل الزيادة السكانية عيش حياتك وبرحتك بمعنى أنت المعدل الحالي حالياً في الزيادة السكانية تراحظاً ما بين 2-3 من 10 إلى 2.5 لازم يكون لو أنت هتحافظ على هذا المستوى العالي من المعدلات الإنجاب لازم يكون عندك معدل التنمية ليقل عن 7.5 سنوياً ولفترات مستديمة مش تعمل مرة وتقطع فلو عملت ده ما فيش مشكلة الناس اللي أنت هتخلفهم ويدخلوا المدارس والجامعات هيتخرجوا يلاقوا فرص عمل هيلقوا فيه مدارس كويسة هيلقوا فيه مستشفات كويسة يتعالجوا فيها لأنه عندك فقط في التنمية تقدر تبني وتعمل فدي مشكلة عند مصر أنه أنت عندك مشكلة في الزيادة السكانية وفيها عشوائية وأنه كله متركز كمان في الريف أو في الأحياء الشعبية في بعض القطعات بدأت تنظم فبالتالي إزاي أنت تربط ده تغير ثقافة السكانية عند الناس ومرتبط بيها الصحة عوامل الصحة أنه عندك نظام صحي أنت بتعمله بالفعل التأمين الصحي الشامل لكن محتاج فلوس كتيرة جدا عشان تطبقوا ده سر اللي احنا عاملينه على كنا عاملينه على 15 سنة ثم على 10 سنين وفيه دعوات دلوقت في الحوار الوطني أنك أنت تعمل حاجة اسمها التطبيق الأفقي للتأمين الصحي مش الرأسي بمعنى مش هتقوم بمحافظة محافظة تقولوا والله هنا هاخد مجال معين في كل المحافظات وليكن مثلا الصحة الأولية كما التجربة اللي طلعنا بها من كورونا أنه العالم محتاج الصحة الأولية الصحة الخاصة بالوقاية فدي كلها أفكار توريك ليه المؤتمر ده أنت لو أنت عملت التنظيم السكاني صح وعملت الصحة كويس هتبضى من عمليا معدلات تنمية جيدة وهتقدر تحل كثير من المشاكل وبيت ده يورينا ليه إحنا ممكن قدامنا فرص كبيرة جدا لابد أن تنطلق من ثقافة حقيقية في السكان تقوم على الإقناع عشان الناس مش بس بالإكبار لأنه الإكبار بس واحده قد لا يحل